مرحبا اليوم عدنا شرح قاعدة جديدة وكل عادة قبل لان نبني نشرح القاعدة خلوا لاك للفيديو واشتركوا بالقناة اوكي وهي القاعدة هي قاعدة present passive with can اول شي present passive اني سبق وشرحته فيديو هخلي لكم الرابط ماته بصندوق الوصف فهس راح نراجع شوية قاعدة present passive وبعدي راح نتعرف شنو يعني present passive with can فخليكم يا الفيديو كمراجعة سريعة لل present passive present passive معنى المبني للمجهول في زمن المضارع فمثل ما قلنا انه present passive يختلف عن الجملة العادية حيث انه الجملة العادية تتكون من فاعل وفعل ومفعول به بس المبني للمجهول لا يتكون من مفعول به بالبداية بعدين فعل مساعد بعدين تصريف ثالث للفعل خلنا اخذ جملتين ونتعرف على المبني المجهول في زمن المضارع والشي حناخذ جملة عادية الجملة الاولى تقول اي كيك ذا بال انا ركلت الكرة فتلاحظون هي جملة عادية تتكون من اول شي فاعل اللي هو اي بعدين فعل كيك اللي هو ركلة والذا بال هي الكرة هاي جملة عادية مبنية للمعلوم وايضا هي في زمن المضارع شلون عرفتها في زمن المضارع لان الفعل ما تيكيك في زمن المضارع اذا هاي الجملة في زمن المضارع اما الجملة الاخرى فراح تكون مبني للمجهول بزمن المضارع وايضا احنا راح نستنبطها من الجملة الاولى اي انه الجملة الاولى راح نحولها الى مبني للمجهول بزمن المضارع فراح يكون كالتالي the ball is kicked فبدايتها the ball the ball هي مفعول به is هي فعل مساعد استخدمنا فعل مساعد is لانه the ball مفرد وفعل المساعد is يجي فقط ويهي المفرد اما اذا كان عندنا جمع مثلا the balls كرات نستخدم فعل مساعد r وبعديا kicked تصريف ثالث للفعل فهاي جملة مبني للمجهول في زمن المضارع شلان عرفتها في زمن المضارع من الفعل المساعد is حيث انه نستخدم افعال مساعدة ال is وال r فقط مع زمن المضارع البسيط the present symbol اوكي هسه تعرفنا شنه يعني present passive او مبني المجهول في زمن المضارع كملنا المراجعة هسه خلنتعرف شنه يعني present passive with can اول شي ال can هذا الفعل can هو من الافعال المساعدة واللي يسموها models verb المودلز verb باللغة الانجليزية عدنا why من هاي الافعال ال can وغيرها اكو why وهن should shall could can with may might must وما الى ذلك بس احنا اليوم بقاعدتنا راح ناخذ فقط فعل ال can اوكي هسه عرفنا شنه يعني فعل can زين شن راح يجي بجملتنا الفعل can يجي قبل التصريف الثالث للفعل وايضا لازم نخلي كلمة بي فخلونا نشوف خلنا اخذ اول شي الصيغة العامة الي الصيغة العامة هي او الشي مفعول به بعدين نخلي فعل model اللي هو can بعدين نخلي كلمة بي هاي احنا نخليها من عندنا بي وبعدين وراها يجي تصريف ثالث للفعل واخر شي لكملت الجملة فهسه احنا ش راح ناخذ جملة عادية وبعدين نستنبط منها جملة present passive with can جملة نتقول you can choose the white shirt فنلاحظة بهاي الجملة اكو فعليا ال can و choose اوكي ال can مثل ما قلنا هو model verbs من الافعال المساعدة المودل اوكي فاحنا شان راح نحول هاي الجملة الى مبني للمجهول بما انه عدنا بالجملة can اللي هو model verbs فحسب مالتنا الصيغة العامة راح نستنبط جملتنا بالمبني للمجهول فقلنا اوشي مفعول به ندور على المفعول به مالتنا بالجملة you can choose the white shirt the white shirt هو المفعول به اجيبه اخلي اوشي انازله بعدين شو راح نخلي افعال المودلز افعال المودلز هي ال can اخلي ال can the white shirt can اوكي وبعدين شنو لازم نخلي بي ننزل بي ونخليها the white shirt can be بعدين اجيب تصريف ثالك للفعل وين الفعل ما تتي you can can استخدمنا نزلناه بالجملة choose هو هذا الفعل ما لتنا الاجيب التصريف الثالث مالته شنو التصريف الثالث مال choose chosen اخلي بعدين وراها تكملة الجملة هنا ما عدنا اي تكملة الجملة فعادي نستمر فجملتنا شصارت the white shirt can be chosen مفعول به افعال المودلز فعال المودل كلمة بي بعدين تصريف الثالك للفعل وفقط هذا كل اللي يتعلق بهاي الجملة خلينا اخذ مثال اخر بس شنو can't مو كان مثل اللي سوينا ويا الجملتين السابقات رح نعيده رح ناخذ اول شي جملة عادية فجملتنا تقول you can't drive the car at night جملة عادية فاعل اللي هو you بعدين model verbs اللي هو can't بعدين drive فحلنا الرئيسي ما الجملة بعدين the car هو المفعول به وat night تكملت الجملة سشن رح نحولها لل present symbol واحنا عدنا model verbs بالجملة فحسب قاعدتنا نبني نحولها اول شي مفعول به اجده ورا المفعول به وانا المفعول به the car هو المفعول به اخليها بالبداية ورا هاش عدنا فعل المو دل وان فعل المو دل can't اخلي انزله ورا الكار the car can't ورا المو دل verb احنا دائما شنخلي هاي الكلمة be نخليها اوكي ورا البي شنو التصريف الثالث للفعل الباست participle وان فعلنا drive هو الفعل مالتنا شنو التصريف الثالث مالته driven نخلي بعدين شنو تكملة الجملة at night فجملتنا ش صارت the car can't be driven at night كم انو اوكي وهاي الامثلة اللي اخذناها هسه هي ايضا اتمثل نمط الاسئلة عن هاي القاعدة انه يجيبو لكم جملة عادية وانتو اتحولوها الى المبنين المجهول present passive فجملة بس اشوف بها model verbs اللي هي can احولها باستخدام الصيغة اللي ذكرناها سابقا هسه ش راح نسوي راح ننتقل الى قاعدتنا اللي بالكتاب بالقاعدة منطينا مجرد مثالا اول مثال على can وثاني مثال على can not او can اختصار نختصرها اوكي فخلنا اقرأ اول مثال نترجمه ونفتهمه ونستذكر قاعدتنا شي يقول landline phones can be used in one place landline phones معناها الهاتف الارضي اللي قبل كانوا يستخدموا هاتف الارضي كلين فينا نعرفة can be used يمكن ان يتم استخدامه in one place في مكان واحد فلاحظ جملتنا اول شي مفعول به landline landline phones هو المفعول به فلاحظنا ال can اللي هو model verbs افعال model اجي ورا المفعول به بعدين كلمة b وبعدين used هاي اليوزد مو ماضي وانما تصريف ثالث للفعل ليش لانه الفعل use الماضي مالتا والتصريف الثالث نفس الشي اثنيناتهم used اوكي in one place هي هاي تكملة الجملة فمفعول به model verbs كلمة b بعدين past participle تصريف ثالث للفعل وتكملة الجملة حسب مالتنا الصيغة العامة المثال الثاني على الكن او الكن اختصار اختصارها can't mobile phones هي هواتفنا الذكية اللي نستخدمها حاليا cannot be used لا يمكن ان يتم استخدامها without batteries بدون بطاريات الهواتف الذكية لا يمكن ان تستخدم بدون بطاريات فايضا همين مفعول به بعدين الكن وراها be وراها used بعدين تكملة الجملة تصريف ثالث للفعل used معنى الكن هو النفي مال الكن هاي ملاحظة مقلتها انه كان هي النفي كان يستطيع كان لا يستطيع هخلوها ببالكم وبس لهنا خلصت قاعدتنا قاعدة بسيطة وسهلة ما يحتاج لها شي مجرد ارتب كل شي بمكانه لا تنسون خلوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة خلوا لي تعليق لطيف من تعليقاتكم هاي اللطيفة وقلوا لي بي انه افتهمتوا او ما افتهمتوا وذا عدكم سؤال اني حاضرة وذا تردون اشرح لكم شي ايضا اني حاضرة مع السلامة شوفكم فيديو ثاني